خليني نبتدي معاك دكتور هشام ليه مصر تعمل صندوق السيادي؟ وإيه هي فكرة الصندوق السيادي وأهميته؟ بالحقيقة خلينا نأكد على اللي حقيقة شرطي لي في المقدمة إنه فكرة إنشاء الصديق السياديية موجودة في العالم كله هي كلها شبهنا واحدة لكن أهدفها متابعين يعني بنلاقي مثلا الصديق الموجودة في منطقة الخليج هي إنشئت بغضد إنه لو في هذه الدول لديها فوائد مالية يتم الاستفادة بهذه الفوائد حينما يحدث تقلبات في أسعار النفط العالمي الصندوق السيادي الموجودة مثلا في دول الفار إيست إنشئت بغرض تنوع في الإستصمار يكون في تأسير لهذه الدول للإستصمارات الخارجية الصندوق مصر السيادي مختلف كثير لأنه مصر ليس لديها هذه الفوائد الضخمة كي تعيد إستصمار لكن هو الفكرة الأساسية من إنشاء هذا الصندوق هو التعامل مع مشكلة إدادية إقصادية دوما كنا بنعاني منها على مدار وقود طويلة وهو عدم الكفاء الإقصادية بالتالي بنشوف قدر اللاني هائي من الأصول الغير مستغلة استغلال إقصادي صحيح موجودة بقى في كل الوزارات في كل المحافظات في كل الهيئات المشكلة اللي بتواجهنا في هذه الأصول أنه إما أنه القوانين بتكبل متخز القرارات عنه يقدر يأخذ قرارات جديئة صحيحة في التوقيت الصحيح أو أنه هو الشخص المسؤول كمان بطبيعته ليس لديه الجرد أو القرد على اتخاذ هذه القرارات فدي الحقيقة كلها خلت هذه الأصول محتبسة ومحتبس ما بها قدر من الأموال فالفكرة الأساسية من إنشاء الصندوق السيادي هو أنه هذا الصندوق يكون بيصدل بخانون مختلف له الصلاحية المطلقة أنه له أن يتقول إليه بعض هذه الأصول أن يتاح له إنشاء شركات إذا كان بقى هيدخل في هذه الأدوات أو الأسرع الاسسمادية إذا كان بيئ هذه الأصول بتأجيرها بإنشاء شركات جديدة وإعادة تقييم لهذه الأصول والدخول بها والحية يمكن أن نتحدث عن قدر النهاية في كل الوزارات في كل المؤسسات يعني خلينا ندي بعض الأمثلة مثلا وزارة النقل اللي لديها سكك حديدية ومحطات سكك حديدية ووزارة النقل في أمس الحاجة لمصادر التمويل علشان نتحدث من شبكة النقل ففي هذه الحالة لو كان في بعض الصعوبات للمسؤولين داخل هذه السكة الحديد إنهم يتصادفوا فيما هو متاح من حيز جغرافي نطاق كل محطة فيمكن لهذا الصندوق أن يدخل بأفقاد بإنشاء عدد من المشاريع علشان تعلي من القيمة الاقتصادية وحينما يتم تعليقة القيمة الاقتصادية يعاد ضخها مرد أخرى في هذا المشفق الحالي دكتور إبراهيم حيث يكون خارج الإطار الحكومي يعني مالوش علاقة بنزانية الحكومة مثلا بحس أنه يبقى إضافة للأشياء اللي ممكن تبقى فيها نواقص أو شواغر في التمويل يعني هو صحيح خارج الشكل الصريح لي موازنة الدولة لأنه موازنة الدولة ليس بها القدر من الأموال التي يمكن أن تضخ فيه شارعين قطاعات الدولة المختلفة لكن هذا الصندوق هيبقى بيقوم على أفقاد جديدة وعنده المرونة ومفترض هيكون مشارك سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بعد أجهزة الدولة الأجهزة السيادية علشان ما يكونش هناك تخوف من اتخاذ بعض القادرات اللي تعلي من القيمة الاقتصادية ولا تثور بشأنها تأسو أولات أو شكوك أو ما إلى ذلك وبالتالي هي الفكرة الأساسية مش بس بقى في قطاع النقلة أو في قطاع السكك الحديدية مبنى مسبير ومصلا الضخم ده اللي هي يعاني كل عام من خسائر كبير للغاية يمكن تقليص هذه الخسائر من خلال أنه يتم الدخول ببعض الأفكار الدخول مثلا بدور أو دورين في إدار شراكة جديدة مع قنوات أخرى أو شركات أخرى وبالتالي هو الصندوق فكرته الأساسية هو رفع القيمة الاقتصادية لأصول الدولة لسبب بسيط لأننا الحياة موازنة الدولة بتمول عجز كبير وتكلفة عالية للغاية كل ما هو مطلوب حتى كمان الأشياء فيه مصانع متوقفة حاجات حكومية محتاجة تمويل أو إعادة هيكلة أو حاجات زي كده ترجمة نانسي قنقر